نصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدين الكرام ومهم جداً الأعمال الدرامية وعيشنا فترة طويلة كان عندنا ملاحم وعندنا مسلسلات نقدر نقول أنه ساعة عرض المسلسل كانت الشوارع المصرية بتفضى تماماً سواء كانت هذه الأعمال الوطنية أو أعمال اجتماعية زي مسلسل ليلة الحلمية أو رقفة الهجان كان الكل بيلتف حوالي الشاشة على القناة الأولى والقناة التانية لمتابعة المسلسلات فترة نقدر نقول من الركود الدرامي الخاص بالملاحم وعودة قوية جداً في الفترة الأخيرة للأعمال الوطنية المهمة نذكر منها الاختيار نذكر في السينما فيلم الممر هجمة مرتدة وغيرها النهاردة وإحنا السباق الرمضاني للدراما المصرية أوشك على البدء بشكل مهم حيكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ ريمون فرانسيس وأنا أتحدث عن دراما رمضان 2022 أصبح على حضرتك وأهلا بك أهلا بحضرتك وكل سنة وكل الشعب المصري ورئيسنا الحبيب عبد التاح السيسي بكل الخير والحب والسلام وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني النهاردة وإن شاء الله لنصر المصر إن شاء الله بإذن الله كلنا منتظرين للمباراة ويعني طالما حيك ذكرت المباراة عشنا فترة الحقيقة يعني الوطنية بتخرج فقط عند المتشاط الكورة والشباب فيه حاجات كتيرة جدا ما يعرفوهاش عن بلدهم إلى أن ظهرت يعني سلسلة مسلسلات ممكن أبتدي حتى من كلبش مع بيتر ميمي واحد من المتميزين بشكل كبير جدا في اللعب على أوطار المصريين وعلى رفع الحالة المعنوية للشعب كله من خلال فنه إذا تتابع بيتر ميمي والحركة اللي نقدر نقول يعني فيها تغير فيه مصار المسلسلات ويعني هو بمشاركته وفكرة المسلس الناجح النجم ثم المؤلف ثم المخرج شوفي حضرتك الشعب المصري شعب يعني لي عبقرية وعظمة خاصة بين كل شعوب الأرض ومسألة أنه الشعب يعني ما بتظهرش وطنيته يعني ما يقال يعني أن شعب ما بتظهرش وطنيته غير في مواقف معينة أبدا هو طول ما أنت قادر تدي صورة وتدي إضاءة وتدي نور للشعب الشعب دايما بيتحرك بالشكل الصح لما بتدعي الشعب بأنه يلتف حوالي منتخب بلده ويبتعد عن التعصب والتحذبات الخاصة لما مصر بتنادي بتلاقي على طول سهيل لما بينبتعد عن هذه التحذبات ونقول مصر بتلاقي الشعب كله وراء كلمة مصر لما بيبقى الشعب بتقدم له أو المشاهد أو المتابع بتقدم له جرعة صحية من الدراما وأنا بقصد كلمة صحية والمصداقية اللي بتتقدم في العمل الشطارة اللي أنا بقدم بها العمل بتخلي المشاهد يتشجع أنه يشوفني الصد اللي في العمل علشان كمان كتير اللي حاولوا يهجموا النوع ده من الأعمال ويقولوا أنه كان فيه أحداث مش مزبوط بالعكس ده نجاحه من القياس لصد المحتوى اللي تقدمه لو كان فيه بتبقى كمان توثيق يعني فيلم أو مسلسل زي مسلسل الاختيار الحقيقة تعمل بشكل مختلف وصعب جدا أنا شايف أنه تعمل فيلم مسلسل أو حلقة تبقى حلقة درامية موثقة بدوكومنتري أو الدولة فيه اهتمامها برفع الوعي وبتنظيم عملية الإنتاج الدرامي بالشكل اللي يشكل مجموعة من الأعمال تشكل وعي الراكيكة وإحنا فهمنا أنها نوعية ما بقيتش تنسبنا وأثرت على حياتنا إحنا عوزين النوعية اللي تحسن حياتنا صحيح والعمل الدرامي بيبقى سفير للمصريين في العالم العربي كله أعتقد كمان أنه إحنا كمصريين حبين الصورة الإيجابية عن حتى المناطق الشعبية لأن المناطق الشعبية فيها الجدعان وفيها اللي بيحموا بعضه وفيها يعني هوجة البلطجة اللي كانت طالعة أعتقد أنه مش ده اللي بيعبر عن الشارع المصري ومش ده اللي بقى عايزه يعني فيه عندنا مثلا مسلسل زي أرابيسك أو الليالي الحلمية جاسدوا الحارة المصرية والشعب المصري بشكل اللائق النهار ده بقى عندنا ده يعني أعتقد مسلسل أو المسلسلات الخاصة بياسر جلال كمان في الفتوة السنة دي أعتقد دي أعمال بتناسبنا أو بقى الشعب المصري بيفضلها عن البلطاجي اللي بيعني بيعمل أفعال مشينة واللي بيقلدوه الشباب وبيتخذوه كدو وفيما بعد حياة المصريين مش محتاجة يعني الأعمال الأخيرة دي ما استحدستش تناول حياة المصريين حياة المصريين والحارة والحياة الشعبية بتم تناولها من أيام سينما الأبيض وسويد صحيح فهي ده مش استحداث ولا يعني اقتحام حاجة ما كانتش موجودة قبل كده ولكن طريقة التناول هي اللي بتختلف والمواطن أدرك أنه تناول حياته بهذه الطريقة السلبية أثرت على حياته أثرت على أولاده أثرت على حالة العنف اللي بقت في الشارع المواطن عنده وعي وعند إدراج إنه اكتشف أن هذه الأعمال ما بقيتش ينفع أن أنا أتابعها أنا والأسرة. فعشان كده أنا وعادي من الأعمال بالبناسبة لو نلاحظ أن الأعمال دي ابتدت تتلاشى وتتراجع بشكل كبير على مستوى السينما وعلى مستوى الدراما لأن ده بقى رسالة المواطن لصانع الدراما. أنا ما بقيتش عاوز أشوف الكلام ده. أنا عاوز أشوف الحياة الجيدة لتحسن حياتي وتحسن الوعي زي أعمال الكاتب الكبير الله يرحمه. أسامة أنور عكاشة على مدر حياته المهنية كلها كانت يتناول حياة المواطن بالشكل اللي نفسنا نشوفه. لكن مش بالضرورة أن أنا أنقل الواقع بحزفيره عشان أقول أنا بعمل حاجة واقعية بالعكس. أنا هنقل الواقع وأقول هو ده الواقع اللي أنا بتمنى أشوفه. وبنسبة الأستاذ أسامة أنور عكاشة هو يعني حاضر معنا في هذا الموسم بفكره وبشخصيته رغم رحيله من خلال مسلسل خالد النبوي متحفز يعني أقول أسماء المسلسلات لكن هو راجعين يا هوا ده من الأعمال الهيئة الوطنية الأعلام هتعرضها هذا العام من بطولة فنان خالد النبوي وإخراج المخرج اللي هو يعني طرق بصمة كبيرة جدا في زهن المصريين أو في المشاهدة الأستاذ المخرج محمد سلامة اللي أقدم لنا مسلسل موسى السنة اللي فاتت والحقيقة أنه هو وصل لدرجة من النطج تخلينا متأهلين نحن نشوف عمل رائع قصة أسامة أنور عوكاشا يعني هو فيه مسلسلات كتير هتعرض السنة السباق الرمضاني مليء فمش عارفين لسه إلي هيتعرض على شاشات التلفزيون المصري أو غيره إنما فيه متابعة والنهاردة خلاص يعني ما بقاش زي مكان زمان المسلسل بيتعرض فالناس كلها بتعرض تتفرج في نفس التوقيت لأنه كله بقى حر يقدر يشوف على المنصات المختلفة إنما هنا فيه نقطة كمان نوع من الأنواع يعني أنا بفخر بيها واللي بحس إن هي بتحدث وعي المسلسلات الخاصة كمان بالمرأة يعني كان فيه بتأسف إن يقول كان فيه بعض الهوان اللي بنزعل ولما بنشوفه المسلسلات الرجل متزوج من أربع سيدات وكلهم في عمارة واحدة ولا بيت واحد حاجة هزلية عشان نضحك ولكن هي لا تليق بالمرأة المصرية أو العنف الشديد على المرأة إحنا عندنا سيدات زي الفنانة فاتن حمامة بفيلم غيرت قانون فإنهارده السينما النسوية ليها كمان دور وبقى عندنا رائدات يعني لما يبقى عندنا عمل من بطولة مونة زكي أو نيلي كريم أو منة شلبي كلها أسماء قدرت إن هي تفرد نفسها ويبقى فيه المرأة ما بتبقاش الدور التاني فقط للرجل في المسلسلات ولكن هي محور الكتابة أو محور العمل من ضمن زواهر الموسم الرمضان السنة أنه تقريبا ربع أو نص الأعمال المطروحة للعرض هذا الموسم من البطولة النسائية والشخصية المحورية فيها هي إمرأة وده التطور اللي حصل في الدراما بسبب رعاية الدولة للدراما وإشرافها وتوجيهها للبوضوعات اللي بيتم تناولها وده ما كناش نشوفه قبل كده يعني ممكن نشوف سيدات يعني نجمات شباك للسينما بس للتلفزيون ما كانش بيحصل كتير ما ده يعني من النقطة دي تخلينا نسم من دور الدولة في أنها تنظم عملية الانتاج الدرامي بحس أن احنا نرى في رمضان السنة دي هذا التنوع اللي ما كانش موجود قبل كده وهذه الريادة للمرأة وده برضو ما كانش موجود قبل كده مش بس بطولات نسائية إنما موضوعات كمان نسائية زي المسلسل اللي بتقدمه نيلي كريم السنة عن موضوع يهم المرأة المصرية بشكل كبير جدا أنه هو حضانة الأطفال يعني يذكرني كأنه يعني استلهام من فيلم أريده حالا للعظيمة فاتن حمامة هو أيضا يعني مسلسل فيه محاكاة كبيرة للفيلم ولكن مش قضية الطلاق لكن قضية حضانة الأطفال وده يعني أعتقد أن ده من الأعمال اللي هيترك بصمة كبيرة جدا لأنه بيعبر بشكل كبير عن شريحة كبيرة من المجتمع المصري مرأة المصرية فيه كمان الفنانة يسرى النهاردة بتخرج من جلدها وعن النوعات الأعمال اللي قدمتها قبل كده وتقدم اللايت كوميدي هذا الموسم هي الحقيقة نجحت فيه في أحد الأفلام مع الفنانة مايا عز الدين في تقديم هذا النوع عشان كده أنا بتوقع أنها تنجح بشكل كبير خصوصا وجود المخرج الكبير عمري عرفة معي أعتقد أنه هو ده هيكون تميمة حظ بالنسبة لها ومن ضمن الظاهر المهمة جدا في الموسم الرمضاني واللي بتأكد لنا تغير وعي المواطن هو أن السنة دي يعني ظاهرة المسلسل اللي هو النجم دي انتهت دلوقتي بقى التميمة أو المواطن دلوقتي ما بقاش بيدور على النجم بقى بيدور على المخرج مين المخرج اللي هيقدم لي وده نوع من أنواع الثقافة على فكرة ده وعي وثقافة صحيح بالذبط ده بيعبر عن تغيير وعي المواطن أنه زمان في الفترة الأخيرة كنا نقول مثلا مسلسل محمد رمضان مسلسل كريمة عبدالعزيز لكن دلوقتي بقى هنا بنفكر محمد رمضان مع مين وده برضو زكاء من بعض الفنانين منهم محمد رمضان عشان هم شافوا أنه نفس النجم ممكن ينجح مع مخرج ومؤلف ولا ينجح مع مخرج ومؤلف آخر ففكرة التيمورك أو العمل فريق العمل الناجح أعتقد دي كانت مهمة الموسم ده بيشهد ظاهرة المخرج البطل دلوقتي السلسل بقى من بطولة المخرج الفلاني فبقى عندنا بعض البرندات في المخرجين بقى ندور على أعمالهم زي محمد سلامة زي حسين المنباوي بعد النجاح الكبير اللي عمله في مسلسل الفتوة زي سامح عبدالعزيز زي عمر عرفة زي كتير من المخرجين اللي اتركوا بصمة في أعمالهم وفاجأوا الجمهور بالمستوى اللي بيقدموه فالسنة دي بقى الجمهور بيدور على المخرج وفيه بعض كتير من النجوم لحظوا المسألة دي وتصرفوا بزكاء في التعامل مع مخرجين يقدروا يقدموهم بالشكل الجيد يعني محمد رمضان السنة دي مش بيعتمد على النجومية ولا الرصيد اللي قدموا قبل كده إنما بيعتمد على وجود اسم كبير معاه اللي هو الأستاذ محمد ياسين ده طبعا يعني علامة كبيرة جدا في الإخراج النهاردة خالد النبو بيعتمد على وجود محمد سلامة وهكذا في كتير من الأعمال فأصبح من ضمن الزوار البرزة السنة دي غير مسلسلات أو دراما المرأة أيضا المخرج البطل ومن الزوار أيضا الموجودة بقوة في الموسم الحالي ودي ما كانتش معتادة يعني هي ندرة الأعمال الكوميدية فهنلاقي أن الأعمال الكوميدية حوالي عملين ثلاثة وده طبعا يعني كان رقم قليل جدا قياسا بالموسم السابقة وخصوصا أن رمضان يعني هو موسم الدحك بالأساس الناس دايما بتدور على الضحكة لكن الأعمال الكوميدية اللي ممكن تقدم ضحكة حقيقية للمواطن هنلاقيها مثلا عمل أحمد ميكي وأكرم حسني أعمالين فقط والأعمال الأخرى من نوعية اللايت كوميدي اللي هي ممكن ما تدحكش كل الناس يعني زي مثلا مسلسل يسرى أو مسلسل مصطفى شعبان دي النوعية اللي موجودة السنة دي فبالإجمال فيه حصل تطور كبير فيه وعي المواطن واللي بدوره أثر على وعي الإنتاج الدرامي أنه بيقدم نوعية من الأعمال تناسب فعلا عقلية المواطن المصري الآن اللي بيقدر يفكر ويستوعب ويقدر يعني يفهم بلده ويفهم حياته وما بقاش سهل أن أنا أخدع المواطن وأن أنا أقدم له أي صورة مغلوطة علشان أقول له هو ده الواقع بتاعك لا المواطن عارف جدا إيه هو المواقع بتاعه وعاوز يحسن صورته كمان زي ما حضرتك قلت قدام الرأي العام العالمي لا وكمان خلينا نقول أنه مهم جدا فكرة أنه الدراما بتعد مصدر دخل سياحي قوي يعني النهاردة لما نتحدث عن بعض الأعمال التركية وهي يعني مش ده المشهد التركي في الحقيقة وإنما تصدير المشاهد الجميلة والناس الهدية والبيوت الحلوة على السواحل ده بالدلائل وبالستاتيستيكس أدى إلى رفع السياح وعدد السياح نفس الشيء اللي احنا كمان دايما بنقول أن احنا نروج للأماكن الحلوة ونروج للشخصية المصرية الحقيقية لأنه ده بيساعدنا أنا احنا بنشوف أنه اللهجة المصرية لهجة متدولة في كل الدول العربية بسبب الدراما وبسبب السينما وبسبب أن احنا كنا رائدين في هذا المجال والحقيقة ما زلنا أحسن أحيانا يتحدثوا عن سحب السجادة وده بيبقى وقت الجد بنلاقي أنه ما حصلش لا يعني شوف هدريتك احنا مش محتاجين نجمل احنا عندنا حاجات كتير جميلة في الشخصية المصرية وفي المجتمع المصري وفي بلدنا يعني عندنا صور جيدة جدا نقدر نقدمها عندنا كمان أخلاقيات وعندنا قيم في المجتمع متأصلة في شخصية المواطن المصري من مئات السنين يعني احنا مش هنيجي النهاردة نتجمل بالعكس احنا جوانا جمال ردمنا عليه واهتمينا ببعض الرطوش السيئة لا بسي ما أقولش نتجمل أنا بقول نظهر أو نلقي ضوء على الجمال المصري بدل ما حضرتك تصور لي حارة بكل مأسيها وشوارحها كذا وكذا لا أما أنت عندك كمان مظاهر جميلة جدا وعندك مساكن جديدة أنا عندي في المجتمع الشعب نفسه حاجات جميلة قدر أصغرها يعني عندي شخصية المواطن نفسه وقيم المجتمع وبالمناسبة المسلسل راجعيني هو هو يعتبر محكاة أو إعادة صياغة لمسلسل أهلينة من بطولة الفنانة صابرين اللي اتعرض من فترة طويلة من تأريف الفنانة أسامة أنور عكاشة وده من الأعمال اللي بتقدم قيم المجتمع المصري واللي احنا مفتقدين النوع ده من الدراما بأن سنين من أيام الله يرحمه أستاذنا أسامة أنور عكاشة مفتقدين النوع ده من الدراما النوع ده بيرجع مرة تانية علشان يفكرنا بقيامنا الإنسانية وقيمة الأسرة وقيمة المواد اللي بين المصريين النوعية ده من الدراما محتاجينها جدا في الوقت اللي جاي الحقيقة هو الوعي مش بس عند المشاهد زاد الوعي عند النجوم نفسه زاد يعني النهاردة أعتقد أن اختيار النجوم بقى صعب لأنه كلهم بقوا عايزين يأثروا والمنافسة ما بقتش فقط في الأجر أو في نسبة المشاهدة المنافسة كمان بقت في القيمة أو البصمة اللي بيتركها الفنان هم نفسهم بقوا عارفين ده بالزبط ودي واحدة من الظاهر المهمة جدا اللي برزة في هذا الموسم الرمضاني عشرين اتين وعشرين هو التنوع في العمل الدرامية على مدار العشر سنين اللي فاتوا كانت الأعمال الدرامية تنحصر في تلت أنواع ما لهم شرابة يعني الأعمال الإصارة والحركة والكلام والأعمال الكوميدية والأعمال اللي هي يعني درامية لكن سريعة الإقاع إنما السنة دي فيه تنوع كبير جدا ما حصلش في المواسم اللي فاتت من الأعمال الدرامية فيه الأعمال الاجتماعية الأعمال الكوميدية الأعمال الإنسانية الأعمال المسيرة فبقى فيه تنوع ما كانش معهود فيه الموسم الرمضاني على أساس أنه إقاع رمضان إقاع سريع فدايما الأعمال اللي بتعرض أعمال سريعة لكن لأول مرة السنة دي بنرجع نشوف المسلسل الأسري المسلسل الاجتماعي المسلسل اللي فيه القيم المصرية الأصيلة اللي احنا محتاجين نرجع نشوفها على الشاشة مرة وده اللي بيحصل فعلا أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معينا بشكرك على وقتك الكاتب الصحفي أستاذ ريمون فرانسيس أشكرك أهلا بيكو إن شاء الله النصر المصر النهاردة إن شاء الله إن شاء الله مشاهدين الكرام دي كانت حلقتنا من بنصبح عليك إن شاء الله النهاردة المنتخب يفوز والمصريين يفرحوا على ألف خير كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة حلول أو قدوم شهر رمضان عن قريب بإذن الله أعادوا الله علينا وعلى حضرتكم بالخير واليمن والبركات بشكر حضرتكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ودائما وأبدا ألقاكم على ألف خير